واضح جداً وحد يقول لا، لكن الله قال وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ سهل جداً جداً الجوابان الجواب الأول أصلاً هذه الآية ليست في أمور التشريع إذا قرأت السياق ولا بد أن نقرأ القرآن سياقياً وقبيح بنا أن نجعل القرآن عظين نقرأ آية ونقضي عن آية نظهر آية ونخفي آية ما ينفعش يجب أن نقرأ القرآن كله نقرأ آية في سياقها سباقها لحاقها في بيئتها الآية هذه من سورة الحشر والسياق كله الطويل الكريم في تقسيم ما أفى الله على نبيه وما أفى الله على نبيه وبعده قال وما آتاكم الرسول من ماذا يعني؟ من هذا الفي من هذه الأموال وعرض الدنيا حطام الدنيا فاخذوه وما نهاكم عنه فلا تأخذوه واخبضوا أيديكم عنه مش في أمور التشريع النبي ليس له أن يشرع النبي يبلغ التشريع ليس مشرعا وعلى كل حال حتى لو قلنا هكذا تعابطا أيها الإخوة وتعسفا إيه لا الآية هكذا نخذها من غير قراءة سياقية ونقول هي في أمور التشريع طيب ما آتاكم الرسول مماذا؟ مما شرعه من لدن نفسه؟ هل دل الكتاب على هذا؟ أم دل الكتاب على أنه ليس له إلا أن يبلغ التشريع ولا يزيد ولا ينقص إذن ما آتاكم الرسول مماذا؟ مما أوحي إليه فاخذوا ومنهاكم عنه مما أوحي إليه فانتوا عنه يا السلام هذا هو من أين لكم أن هذه دليل هذه الآية لا تكون دليل واضح أنها ليست واضحة بالمرة بالمرة في الدلالة على ماذا؟ على الزيادة في شرع الله تبارك وتعالى على الزيادة في شرع الله لكن أنا لم أكمل فكرة مهمة حتى لا تضيع مني كما قلت لكم في القلب شيء من أين عرفنا أعداد الصلوات هيئات كيفيات وقد قال صلوا كما رأيتموني ونحن بفضل الله إلى اليوم سنة وشيعوا وإباضية ومعتزلة وخوارج نصلي كما رأيناه يصلي ما تقول ليش نضاع أن نرسلنا هذا كل هيئات لا قيمة لها في الصلاة أهم شيء فيها ما ذكر في كتاب الله ومتواطأة الأمة علي كل الأمة تصلي من قيام كل الأمة تركع كل الأمة تزجد سجدتين عليك كذلك كل الأمة تفعل هذا وتذكر الله في صلاتها ولا تتكلم بكلام الدنيا إلا أن يكون دعاءا معذونا به شرعا هذه الصلاة اتفقت عليها الأمة بفضل الله كلها من عندي آخرها وليله الحمد والمن أنا أقول لكم نحن مؤمورون باتباع النبي صحيح؟ نحن مؤمورون بطاعة الرسول على فكرة كمان ليس في كتاب الله آية واحدة تقول أطيع النبي اللي بعرفة أقولنا إياها ما في ولا آية تقول أطيع النبي الطاعة دائما تكون لمن للرسول ليش طيب؟ كما قلنا لكم عنوان الرسالة عنوان الرسالة يختص به من؟ من بقف؟ من بحمله؟ الرسول محمد الرسول مش محمد النبي محمد النبي أنت تشركه في ماذا؟ في تطبيق الدين لكن على أي وجهة؟ بأي كيفية؟ بالكيفية التي فهمه عليه الصلاة وعفظه السلام يعني الله قال أقيم الصلاة كيف أقيم هذا؟ إيش أوقاته؟ ركعاته؟ هيئاته؟ إيش أحسن طريقة يا رب وحب هذا تبتل عمالي الآن؟ محمدا طيب محمد من أين أخذ هذا؟ زاده أم أخذه من كتاب الله؟ أخذه من كتاب الله دقيق علمه دقيق فهمه هذه مسألة تخصوا عليه الصلاة والسلام نحن الآن مأمور باتباعه فيما فهم المشكلة كما قلت لكم تكون في شيئين في نسخ الكتاب أستغفر الله كلمة يقشعر لها بدن المؤمن والله العظيم يقول لك تنسخ الكتاب أستغفر الله كيف؟ قال لك سنة المتواترة تنسخ الكتاب السنة المشهورة تنسخ الكتاب يا سيدي عشان أزيدك غيظاً والسنة الأحاد يقول لك عند الجماهير إذا صحت سنة أحاد خبر واحد تنسخ الكتاب أستغفر الله طبعاً نحن طريقتنا معروفة وعتيدة القرآن لا ينسخ القرآن القرآن كله من أوله إلى آخره كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خمير ما فيها شيء منسوخ أبداً الآيات المنسوخة هي المعجزات مش الآيات القرآنية ما ننسخ من آيات ننسيها هي آيات موسى وعيس وكذا هذه الآيات المنسوخة وخرى القرآن تدبروه النسخ في الآيات الكونية مش في الآيات الشارعية المقولة المنزلة على أطهر قلب عليه الصلاة وأفضل السلام وآله هذا موضوع آخر ولو كان من عندي غير الله لا وجدوا فيه اختلافاً وأي اختلاف أيها الإخوة أعظم من اختلاف يوجب إبطاء الحكم بحيث قال هذه الآية فيها حكم تعارض بل تناقض حتى أحياناً ما حكم هذه الآية فما من بد ما من مندوحة ما من مناص إلا أن نقول ماذا؟ هذه محكمة أو هذه منسوخة لم نعد نعمل بها أستغفر الله وقد قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأي باطل أبطل من أن تبطل ماذا؟ حكم الآية ما فائدة الآية إذن يعني؟ تبقى إلى التبرك لطلب العجر تتلوها بلا؟ أبداً على كل حال هذه القطية الآية فتحنا ملفاتها عدة مرات فتحنا هذا الملف عدة مرات القرآن كله محكم ليس فيه منسوخ هذه أسطورة أسطورة المنسوخ كتاب الله أسطورة نبرأي الله منها بفضل الله عز وجل وأجمل شيء أنهم أيها الإخوة بعد تطواف مضن مرهق ومثابر فيه آيات الناس قلوا منسوخ قالوا أربع أو خمس آيات فقط لا جواب عنهن لابد أن نصدع وأن نبخع بأنهن منسوخات الأحكام طبعاً دون التلاوة وقد أجبنا عن هذه الآيات الأربع أو الخمس بفضل الله وأثبتنا أنهن آيات غير منسوخات عشان أعطيكم مثالاً أصلوه بموضوع الزيادة على الكتاب أو نزخ الكتاب والعياذ بالله نزخ الكتاب الله تبارك وتعالى مثلاً في كتابه العزيز يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيراً يعني مالاً الوصية نعيب فاعل كتبا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ظاهر هذه الآية هناك آية أخرى أيضاً بمعناها أن الوصية للورثة أيضاً الوارث يرث وأيضاً يأخذ من الوصية قرآنية قال لك لا هذا منسوخ إيش النسخوا اختلفوا ورأيهم الراجح منسوخ بحديث شريف ادعوا في أنهم مشهور قالوا النبي قال عام الفتح إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ألا لا وصية لوارث هل أجمعت الأمة وأطبقت على هذا اللهم لا ما رأيكم إخوانهم للإباضية وقد استحسنت رأيهم من سنين لديهم اجتهاد قال لك الوصية للوالدين والأقربين آية محكامة غير منسوخة لكن لكن تفسر كيف تفسر أنها مخصوصة فقط تختص بمن يعني بالوالدين والأقربين غير المسلمين رجل مسلم وأبوه أمه أو أحد أبوي أو كلا هم يعني مشرك يعني يحرمه خلاص لأنه هذا مشرك وما فيش توارث مع اختلاف الدين الله قال لا يكتب لهم الوصية يوصي له يوصي له كلام فيه نظر ممكن السادة الزايدية الناصرية والهادوية من إخواننا الزايدية وأيضا إخواننا الإمامية الاثنى عشرية يعني الشيعة الشيعة الزايدية لكن إيه الهادوية والناصرية فروع لنا الزايدية ماذا قالوا؟ قالوا الوصية للوالدين والأقربين هي قرآن كلام الله رب العالمين ولم يصح لدينا ما ينسخها ويرفعها نحن نقول بهذا مسلمون هؤلاء تخير الآن مئة الملايين نحن نقول بهذا لكن في حدود ماذا؟ في حدود الثلث في حدود الثلث فإن أوصى امرؤ مسلم طبعا تكرا كان منثى للوالدين والأقربين في حدود الثلث جازت وأوجيزت وصيته من غير استئذان الورثة وإن أوصى لهم فيما زاد على الثلث فهذه الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإيه؟ بإذن الورثة والله تبارك وتعالى أعلم أدركنا الوقت لعلن نكمل بعد صلاة العصر لمن شاء أن يكمل معنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم